اكدت هيئة تنظيم سوق العمل الحرص على تعزيز الرقابة والتنظيم والتشديد على المخالفين من خلال تكثيف جهود واجراءات التصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل بمختلف المحافظات واشرت الهيئة الى تنفيذ حملة تفتشية مشتركة في المحافظة الشمالية بالتنسيق مع شؤون الجنسية والجوازات والاقامة بوزارة الداخلية ومديرية شرطة المحافظة شملت عددا من المحال التجارية ومواقع العمل واماكن تجمع العمالة بالمحافظة واسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق باحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الاقامة بمملكة البحرين وتم ضبط عدد من العمال المخالفين للأنظمة والقوانين منوهة بأنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها